اشتركوا في القناة 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 كتابة مذكرات والدها عرفت بالموضوع اتصلت بها والدكتورة بيان مشكورة اعطتني المخطوطات المتعلقة بعبد الكريم الخليل الحقيقة هذه المخطوطات كما ذكرت هي وكما رأيتها انها ستعيد تأريخ تلك الحقبة التي نشطة فيها عبد الكريم الخليل من 1905 ل1915 بمعنى في تلك الفترة معلومات كثيرة نمتنشر بسبب الكتمان والقمع العثماني والخوف والخوف وبقيت في هذا الصندوق ونمتنشر شو كانت المخطوطات شو ابرزها ابرزها عبد الكريم الخليل اسس اول جمعية سرية سياسية ومسلحة باستنبول عام 1950 باستنبول للعمل على انفصال بلاد العربية عن الامبراطورية العثمانية بس خلينا نقول انه هو كان يدرس باستنبول كان يفاوض الدولة العثمانية من اجل تحرير العرب و بنفس الوقت عنده هيدا الجمعية السرية اللي كانت تشتغل سرا من اجل صحيح هيئة المفاوضات حصلت بـ 1913 عندما حصل المؤتمر العربي الاول في باريس نعم استدعي مجموعة من الشباب المتنوديين العرب في باريس وقرروا عمل حركة اصلاحية في هذه الحركة اتجاهات متنوعة معظم الذين شاركوا في المؤتمر كانوا خارج الدولة العثمانية يعني في المختاربات في باريس عفوا في امريكا اللاتينية عبد الكريم ذهب الى هناك ليحافظ على حقوق العرب وحتى لا يسرق المؤتمر وتصدر القرارات بوصاية فرنسية لانه كذلك كان هناك هذيك الفترة الحلفاء يعني كم بده استقلالية تامة استقلالية تامة وبدون وصاية فرنسية او بريطانية ونجحة في هذا وصدرت المقرارات متوازنة وكلف عبد الكريم الخليل بعد ما عاد الى استكمال المفاوضات مع العثمانيين للحصول على المطالب الإصلاحية لبلاد الشام ولكن في الوقت نفسه كان لديه جمعية الشبيبة العربية هذا الجديد في الكتاب الشبيبة العربية كانت جمعية سرية تنهج العمل المسلح كان يعد الضباط والعسكريين العرب في جيش العثماني كان يعد المدنيين في ساحل بلاد الشام من عكا الى اللاذقية استطاع تعبئة عدد كبير من المدنيين والعسكريين كله من اجل الاستقلال من اجل انفصال بلاد الشام بلاد الشام لم يكن انا ذاك شيء يعرف كان بلاد الشام كلها سوى سوريا ولبنان والعراق وفلسطين اتنا والد كمان هيك خفاية عائلية اذا فينا نقول ما كان حدا متطرق لقبل هي والدته شاركت ايضا ساعدته بناء الاسلحة مضبوط صحيح الحقيقة والدته فضة خازم كان لديها ألس من عائلتها في برج البراجنة قطعة قطعة ارض باعت قطعة هذه الارض هذه واشترت سلمت الاموال العبد الكريم ليشتري سلاح للمتضوعين حتى والده في الشياح رهن قطعة الارض الخاصة بالعائلة وصرف الاموال على القضايا العامل يعني روح الانتفاضة بالعائلة يعني عندكم اياها يعني هو اساسا من جبل عامل يعني جبل عامل معروف بالعزة والقرام والانتفاض على القمع يعني يبغل الحرية باستمرار من وراء المخطوطات اللي اكتشفتها مع أستاذ عجاج نوايهد السير الزتي الصغير اتحولت لكتاب تقريبا 420 صفحة اذا من غلطاني طيب كيف اكتشفته الدولة العثمانية كيف كشفت أمره لعنوا خلينا نقول انه هو من الشهداء اللي تم اعدامه هون ببيضه ساحة الشهداء ساحة الشهداء يعني المعروف لدى زاله جواسيس ببيوته وكانه يمكن من اعرف الناس لقاله في اكتر من عامل في هذا الموضوع المعروف لدى المؤرخين حاليا انه اللي درسوا هذه الحقبة انه في وشاية من كامل خليل الاسعد لان كان في منافسة على الزعمات في الجنوب هذا المعروف ولكن من المخطوطات التي حصلت عليها تبير انه هناك كانت غلغ الصهيوني والصهيونية بتلك الفترة لم تكن تخيف ولم يكن الصهيوني يعلنون عن هدفهم الرئيسي انشاء دولة في اسرائيل كان لديهم جريدة في اسطنبول تصدر بالفرنسية وكان يديرها مجموعة من المتنويرين الصهيوني كان اعضاء او صحفيين في هذه الجريدة يذهبون الى المنتدى العرب بحسب المؤرخ اسعى الدارب اسعى الدارب ذهب الى هذه الجريدة ليعمل صحفيا واكتشف لاحقا ان مدير التحرير حاول استمالته ودفع له مبالغ يعني خارج المبالغ الذي اخذها السقفير العديل بهدف فتح حلاقات مع القادة العرب في ذلك الفترة ولاحظة ان احد الذين يزورون المنتدى الادبي يعني عبد كريم خليل اسس المنتدى الادبي اللي كان علني غير المنتدى الادبي غير الجمعية الشبيبة العربية هو اللي كان كفيل كمان لتوحيد التعليم بالبلاد العربية برنامج التعليم هادي وحدة من النشاطات لأ المنتدى كان غير مسموح بالدولة العثمانية تأسيس جمعيات سياسية كان هو بعضو بجمعية حزب عثماني اسمه الحرية والاتلاف مسموح كان بعد 1982 تأسيس جمعيات ادبية اساس جمعية المنتدى الادبي اللي استمرت حتى اعدامه اللي هي جمعية ادبية جمعت شام لكل المثقفين العرب الذين يأتون من كل بلاد الشام بالدراسة لانه بلاد الشام لم يكن هذلك جامعات الجامعات الوحيدة العليا كانت في اسطنبول ففي هذا المكان كان يوجد اليمني والحلبي والبغدادي والفلسطيني في هذا المنتدى في تلك الفترة لم تكن كلمة العرب والعروبة معروفة كلهم يعتبرون انفسهم رعاية الدولة العثمانية حتى احد المؤرخين لاحقا عارف العارف يقول في مذكراته ان لم اكن اعرف اني عربي حتى الا الاحيل تغيط عبدالكريم الخليج يعني ما كان بيعرف يعني كلمة علوبي انه هالقد كانوا مسيطرين عليهم يعني حتى مضايعين الهوية ايه 400 سنة من الحكم الاسطناني ويعتبروا نفسهم انه هم الخلاف الاسطناني وهالقد هو قدر يترك اثر انه عارف اكتشف هويته العربية من بعد ما لتقى فيه بالضبط حسب ما بقول لكن قال لك شغلك حكي عنه احد المعاصرين تفضل عن هذا الموضوع اللي هو اسعى الداغر بقول اما المنتدى الادب الذي كان اقوى عامل في بس الفكرة الوطنية في نفوس العرب فقد تدرج في خطته بازاء التركوفكم للتبدل الذي كان يطرع على سياستهم فبعد ان كان رائده بس الدعوة للوحدة العثمانية على اساس الرمكزية ما يعني انه هو ما كان هدفه الانفصال في البداية كان بده اصلاحات بده حكم ذاتي بده لغة عربية للمدارس بده لانه ممنوع كانوا ممنوع يعني ما في مدارس تدرس لغة العربية كان كل التعليم بالتركي استاذ يوسف قبل ما نختم سريعا شو بتخبرنا عن ستة الشهر ستة ايار بهذاك النهار اشي يمكن ما بنعرفها كيف بيوصفوها النهار المخطوطات المذكرات الشهرة باول دفعة بالقافة الاولى اقتيده الى علي كان فيه هناك من مجلس ديوان العرفي حيث لهو بعد فترة صار قتال شهين اه اوكي ما بعد اذا بعده موجود الفندق جرت محاكمات عرفية اسمه ديوان الحرب العرفي والحقيقة حسب المؤرخين كانت الاسماء معروفة باول محاكمة قدموا لجمال باشا مجموعة اسماء كان عبد الكريم الخليل ورفاقه براؤوهم مننا امام كل كلمة بريء كان جمال باشا يشط بالكلمة ما يعني محاكمة صورية لم تدوم المحاكمة اكثر من شهرين او ثلاثة كان عبدين المعتقلين رضا الصلح ورياض الصلح وكان فيه مجموعة من بلاد الشام صيقوا في ست ايار فجل ست ايار في العربات لم يكن هناك سيارات عربات الخيل صيقوا الى ساحة القرش انزاك كانت اسمها ساحة الاتحاد نصبوا الفجرة ذلك الصباح منعوا اهالي بيروت من الوصول الى وبدأوا باعدام هؤلاء المناظرين كل اثنين على حدخة عبد الكريم امين بعضهم كانوا عم يشوفوا بعضهم كان يعني مع عبد الكريم خليل كان يديه مقبلتين مع رفيقه صالح اسعد حيدر عبد الكريم حليل حكي كلمة قبل ما يتم اعدامه قبل ما يتم اعدامه وصالح حيدر كمان حكي كلمة شو حكي؟ نادى في الاستقلال قال انه حتى لو حاولت مخنط صوتنا وفقنا صوتنا يعني الكلمة موجودة في الكامل حكي عن الحرية وعن الاستقلال وانه هدفنا كان الاستقلال واستعادة حريتنا وتحرير بلاد الشام بهذا المعنى عبد الكريم الخليل ورفاقه كانوا الدفع الاولى المدميك الاولى التي هيئت للثورة العربية القبرى التي قاضها حسنا فيه مدميك اول بده يكون يعني الجيش اللي اسسوا عبد الكريم الخليل السر يعني هذا اهم شيء بالمخطوطات بعد استشهدوا تجمعوا وهم الذين قادوا الثورة العربية القبرى التي بدأت في الحجاز يعني التاريخ بعيد نفسه بالنهاية مشاهد يمكن نحنا بنسمع عنا بس عايشينا باستقلال تاني يعني مشعل ومشعل العرب الاول ايه الحقيقة العنوان هيدا هو مش لقلي لعجاج الله هيدا هو كان عم يحكي مع المعاصرين لقلو وهو هيدا رأيه فيه انه مشعل العرب الاول وشهيد العرب الاول لانه هو اللي حرك كل الامي انتفاضة انه هذا كان فيه ثبات عميه لما قللك انه ما بيعرفوش معناه عرب مية بالمية يعني هيدا بزيادة خلينا نذكر انه اليوم توقيع ساعة ستة بعد الظهر بساحة خمسة خمسة ساعة خمسة بعد الظهر خمسة لان فيه احتفال احتفال اللي بتضمن كلمتان بعد الاحتفال فيه توقيع يعني مش تر منيح احنا منقلك مبروك الكتاب نشكر حضورك معنا واهلا وسهلا فيك اهلا رح نتابع حلقتنا بصالة عرض مرفق جمع الفنان احمد غصين اعمال فنية منوعة من الصور الفوتوغرافية والمنحوتات والخرايط الجغرافية الارض لمن يحررها معرض بضوء على الانتماء الجذور الجغرافية والهوية وكل التفاصيل بهذا التقرير من موضوع جغرافية لبنان والاحتلال الاسرائيلي لارض الجنوب من تاريخنا المجهول وهويتنا الضائعة لموضوع الارشيف وفن الكرتوغرافية اللي عم يختفي سوح الفنان احمد غصين موضوع اخر معرض له لحمل عنوان الارض لمن يحررها او there is no right or wrong here معرض جمع عدة انواع فنية طلعا من التجهيز للفيديو للصور الفوتوغرافية للمنحوتات للخرائط الجغرافية فحمل موضوع جغرافية وتاريخ لبنان والجنوب وحوالهم الى مادة فنية بتاعكس افكار احمد غصين وشغفه بالفن والجغرافيا موسيقى يعمل تساقل عن الجغرافيا في لبنان حاليا بمستويات ارتفاعية وبالارض اللي ما عندها ابدا اي معلومات او سندات عيقارية لعند الدولة فمن قطعة أرض صغيرة هي بالجنوب اللي هي ما عندها اي مستدلات عقبارية انطلقت من هدا الشي لحتى شوف كيف الدولة كانت تشتغل جغرافيا بشكل او باخر وشي يعني ما في شي خاص وشي عام وطبيعي لانه بعد الالفين بعد ما تحرر الجنوب اذا بدك الدولة هلا بلشت تتلع فرجعت تعمل داتا لهدا الشي بس بلشت اذا بدك لانه نحنا بشتغل فن اخر شي مش بس إلعلاقة بالمعلومات بلشت اتساءل من تاريخ العثماني تبعنا وكيف دا الارض كانت تنعمل وكيف اقوانينا بالعثمانيين دا الفرنسيين شو عملوا لانه هن بنونا السيستم الجغرافي تبعنا للستينات لما بالاول ما بلشت الدولة الحديثة إذا بدك لما بعد الالفين من ضيعته بجنوب ومن إرادة اكتشاف جزوره سوحى أحمد غسين آخر معرض إلو اللي انطلق بصارة عرض مرفق واللي افتتحت أبوابها من سنة ونص على مرفق بيروت اللي عم تستقبل معارض فنية عديدة آخرها كان معرض الأرض لمن يحررها للمستمر لآخر شهر أيلول أحمد هو من السود وهي شيء من جديد وهي شيء من جديد وهي شيء من يتحدث وكيف نحن 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 .. simple لا يوجد أي تقديم، لا يوجد أي تقديم. فهو تحصيح 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 تحصيح. ترجمة نانسي قنقر